حننتقل من أخبار فريقنا الأول لكرة القدم ومتابعاته إعلامياً وصحفياً إلى منتخبنا الوطني للشباب بيحقق فوز كبير جداً على المنتخب الشقيق منتخب الشباب في سلطنة عمان 6-1 فاز منتخبنا الوطني للشباب على نظيره المنتخب العماني للشباب 6-1 في التجربة الودية اللي أقيمت عصر اليوم بملعب الشمس في إطار استعداده لتصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بهدفين أحرز الهدفين عبدالله عادل وابراهيم عادل ومع بداية الشوط الثاني سجل منتخب سلطنة عمان هدفه الوحيد في هذا اللقاء عن طريق لاعبه حمد السيد قبل ما يضيف أسامة فيصل الهدف الثالث للمنتخب المصري ثم أضاف محمد سلامة الهدف الرابع وسجل أيضاً ريتشارد ريدا وهو من العناصر الصعادة المبشرة في منتخبنا الوطني للشباب ومحترف حالياً في صفوف نادي أودينيزي الإيطالي سجل الهدف الخامس واختتم محمود صبر الأهداف بإحرازه للهدف السادس إن شاء الله يكون الفوز حليف منتخبنا الوطني للشباب ويكون فيه عناصر مميزة نجدها قريباً كمان بإذن الله في منتخبنا الوطني الأول وتكون عناصر جديدة تضيف لقوة منتخبنا مع عملية التطوير في الكرة المصرية اللي بتجري حالياً ومحاولة إعادة المنتخب الوطني الأول في مصر للكرة القدم لسابق عهده والإنجازاته على المستوى العربي والأفريقي